موسيقى السلام عليكم يا شباب النهاردة هوريكم ازاي بنعمل هاك للنينتندو سويتش طبعا الموضوع ده هيفضل انت تستخدمه لو انت بس بتلعب اوفلاين لو بتلعب اونلاين ممكن يتعملك بان وهتبقى فيه مشكلة يعني فاغلب الناس بتلعب اوفلاين يعني فالطريقة ده يعني كويسة لان انت ممكن تلعب جيمس تنزل اي جيم فور فري يعني البلاش طبعا علشان تقدر تعمل نعمل هاك للنينتندو سويتش هتحتاج شوية حاجات طبعا هتبقى اول حاجة لازم ان نينتندو سويتش تدخله بحاجة اسمها ريكاوري مود ويبقى فيه سوفتوير السوفتوير ده بتعمل بتعمل بي بتعمل بي انجيكشن يعني للبيلود على النينتندو سويتش ومنعا طريقه بتقدر تلود يا اما السوفتوير النورمال بتاع النينتندو سويتش يا اما وهنا اما انجه الفيرموير اللى هو الهاك دي الي المفروض بيكون علي الفريجيمز ولكم تمام فأنا حدلوقت هاوعكم باللوافة بي ستتب يعني ايه ما هنعمل بي سوفتوير اول حاجة سوفتوير اللي انا بعمل به انجيكشن للبيلود اللي هو ده يعني انا اقول لك الخطوات بعدين يعني اول حاجة بس بتفتح السوفتوير و بتختار البيلود برضو انا احطها لكم على الديسكول اسمها هيكا تي وده الفولدر الديتا ده المفروض ده في الديتا كارد بتاعتك هتحط الداتا دي عليها ويفضل ان هي تكون انا جربت صراحة المريكارد اللي هي اكبر من مية وعشرين اكبر من سرتيتو جي بي كان فيها مشكلة ما اشتغلتش معايا يعني فيه ناس اشتغلت معاها على حسب النينتندو بتاعك سوفوت ولا ايه فانا حاليا بستخدم 16 جي بي كتست يعني وحط عليها الداتا دي تعملش حاجة يعني بس مجرد بحط عليها الداتا دي وبعد كده هنقول باية الخطوات يعني تعمل 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 كامل اكبر من المريكارد تعمل وطبعا لازم يكون عندك مريكارد يعني عشان تنين على الداتا يعني ودعا دي دعا هتلاقي عندكم في البيت يعني واي ورقة فويل تمام؟ هقول لكم ببعضها السجنة ازاي ده تبعا كيبل طايب سي لو معندكش طايب سي هات اي كيبل عادي وهات الكونفيرتر اللي هو يحول الكيبل العادي لطايب سي تمام؟ طيب هي ورقة الفويل دي انا باستخدمها هتين؟ انا المفروض انه في عشان تاخدش في الريكافر يمود محتاج ان انت في الجويستيك اللي هو على اليمين ان انت في توبينتز اللي هم اخر توبينتز المفروض يكون شورت سيركت يعني يوصلوا ببعض يعني تمام؟ فانا بعمل ورقة فويل صغيرة جدا يعني بحيث ان هي هتغطي التوبينتز دي وبالزهها باي بلاستر او حاجة تمام؟ ااااااا وبنيها بتن الجزء اللي فوق ده كده يعني بحيث ان انا اعلقها في الجويستيك يعني اوريكم دقات الزى تتعلق في الجويستيك تمام؟ انا بحطها يعني بتخلي الستيك علي ايدك الشمال وتضع الحاجة اللي انا عملتها دي في الوضع ده بحيث ان هي تكون اخر يعني اخر يعني في الجويستيك ده يعني الاتنين وصلين ببعض يعني عن طريق السولوفانة دي يعني بعد كده طبعا النينتندو بتكون بتطفيه يعني قبل ما تطفيه وصل النينتندو بالكمبيوتر بتاعك وهتدوس على زور الباور شوية كده لحد ما يظهر لك ترن اوف تمام بتعمل ترن اوف ومعفروض بعد كده بتوصل الجويستيك اللي احنا حطينا عليه الحاجة دي علشان ندخل في الريكابري مو دي يعني تمام؟ انا لازلها ببلستر عشان متتفكش انت بس بتوصلها تمام؟ ومس ما فيش اي حاجة هتدوس على زرار الباور مع الزرار اللي بيعلى الصوت بتبدل دايس عليهم كده بتالت اربع ثواني هتلاقي عندك في الوصف تواقق اللي هو اللي بيع短 x-py-load هو كده ايه? قرأ الننينتندو انتندو يجيب اي حاجة shey fica black انتما شايفين كده لو اول ما تعمل اول ما تختار الهايكاتي اللي هو بـ اه لان الفايل انا هحطول لكم وتعمل انجيكت تمام? هاي اللي اندونسوتش هيشتغل بس على اللي هو البيلوت دي معلش الصورة مش واضحة بس هزبطه دلوقتي وبعد كده اللي على الشمال ده اللي هو السوفتوير اللي هو الوريجنال بتاع ندونسوتش والتاني ده اللي هو السوفتوير الهابي هو اسم كوزموس انت تدخل عليه وهو خلاص كده اول ما تدخل عليه هو المفروض قاعدة ممكن تشيل الجويستيك ده وتشيل منها الحاجة اللي احنا كنا عملينها احنا كده في وضع الجويستيك نينتندو سويتش يشتغل عشان تتأكد ان هو دلوقتي على الفيرموير اللي هو الهاك دي يعني ادخل على السيتنين عشان تخش على التنازل جيمز او كده عند الجاليري هتدوس الزرار ده مع الزرار الايه مع بعض هيفتح لك المكان ده هتختار اللي هو التن فايل ده لما تختاره هيدخلك بقى على اللي ست دي على الشوف ده يعني ده المفروض فيه كل الجويستيك نعمل اية جيمز بتاعت النانتن، بس بمجرد ما تتشر الجيمز وتعمل لها NSTLE يعني نعمل بوميس لانتك بتلعب خلاص ما ت tumor عندك ولا بتتلعب اني لو حبيت اني انت بمجرد ان انت تتصس ان تشوف شغاله تاني بتربع علام نظام الهدين طبعا انت مش بتلعبش اونلاين يعني خلاص خليك عالنظام ده على طون اعمل استول اجريم وخلاص يارب يكون الفيديو عجبكم وتستفيدوا منه ولو عجبك الفيديو عمل سبسكرايب بوايك اشتركوا في القناة